أستاذ كفاحة أهلاً وسهلاً بك نحن اليوم في قضاءة شبايش كيف هو موقف المياه حالياً حياكم الله ومية أهلا بكم في قضاءة شبايش بالحقيقة لا زالت الإطلاقات المائية قليلة جداً لقضاء وعمود نهر الفرات في داخل هذه المنطقة المنكوبة التي طبعاً لأكثر من مرة قد صرحنا بهذا التصريح أنه اليوم الجفاف قد ضرب أكثر من 95% من المناطق الأهوار لإضافة إلى ذلك هناك تضرر كبير لمربيت جاموس وكذلك للمزارعين في المنطقة اليوم وضمن خطة وزارة الموارد المائية بالحقيقة جهودهم مشكورة في هذا الجانب لتواجدهم في المنطقة وتطهير لقسم من الأنهر الموجودة والجداول في المنطقة وإضافة إلى ذلك وضع نحالات على السد القاطعة بين قضاء المدينة التابعة للبصرة وقضاءة شبايش ولكن هذه الحلول ليست جذرية لهذه المنطقة التي لا زالت تعاني من الأضرار والهجرة المستمرة للمنطقة باتجاه المحافظات الأخرى للبحث عن المياه والحياة الموجودة لهذه الحياة البسيطة التي يحتاج عليها حتى في فسط الشتائن؟ ولا زالت الأضرار كبيرة أخي العزيز لهذه المنطقة لذلك لناشد الوزارة أولاً لتكثيف الجهود حول زيادة الإطلاقات المائية والحوارات مع دول الجوار بهذا الخصوص يضاف إلى ذلك دعمنا المستمر لمربيت جاموس وكذلك للمزارعين على احتبار أن هذه المنطقة تضم أكثر من 33 ألف رأس جاموس في هذه المنطقة لذلك لا بد أن يكون هناك دعم حقيقي من قبل الحكومة المحلية وكذلك الحكومة المركزية على الأقل بالتعويض وكذلك بالنسبة لتوفير الأعلاف لمربيت جاموس وإلا قد ارتحل الكثير وأحنا أشرنا لأكثر من كتاب لوزارة طبعاً للموارد وكذلك للمحافظة وللجنة النيابية وكذلك لرئيس الوزراء أن هناك تضرر كبير خلال الفترة السابقة التي وصل بها أكثر من 7 ألاف رئيس جاموس نافق وترحال أكثر من 7 ألاف لذلك هذه الثروة الحيوانية يجب الحفاظ عليها بدعمهم أكيد لا زالت الأضرار مستمرة يعني لو تنزل إلى جانب الأهوار الوسطى وإلى هور الحمار تجد هناك المأساة الكثيرة التي طبعاً لا يمكن الحديث عنها في دقائق ولكن بالحقيقة لو كان هناك لجنة تبعث من قبل رئيس الوزراء لتقصي الحقائق الموجودة ضمن هذه المنطقة لكان هناك استجابة ونحن نعرف كثيراً ولدينا معلومات كثيرة أن اللجانة التي تبعث من قبل رئيس الوزراء يكون هناك وراءها حل إن شاء الله تأثرت حياة الناس أيضاً؟ أكيد هناك ترحال وتوقيع مستمر للناس المرتحلين وهناك تضرر أيضاً للنازحين يضاف إلى ذلك يمكن كل البيانات موجودة عند الهجرة والمهجرين وعند الجهات المعنية والمختصة كل من يسأل هل الأهوار تضررت للمنظمات ولكل القنوات وأحنا تصريحاتنا كلها بالحقيقة ما هي إلا حقائق لا نبالغ في رقم ما ولا في حقيقة ما لذلك ندعو من خلال قناتكم وشخصكم الكريم للاستمرار طبعاً لتواجدك في هذه المنطقة والإطلاع عليها ميدانياً نناشد كل الجهات المتصة والمنظمات بشكل عام لإنقاذ هذه المنطقة من هذا التضرر شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً